مستاشر سنة هذه باش خرج يعني قانون التربية البدنية والرياضة وكنا نستبشرنا خير لأنه اجعل يعني من إنجاز الشركات الرياضية الزوهر ديال الاحتراف حتى اليوم هذه الشركات الرياضية رغم أنها يعني لا يوجد في اللي تيكس وفي القوانين وفي كل شيء لكن في يعني الدور دياله كيبقى يعني التانوي والبوفور دياله كيبقى كذلك تانوي علاش بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة ولتحت الفرصة ومركز اوميغا لمناقشة هذا الموضوع المهم جدا لأنه عنده علاقة بالاقتصاد الرياضي وصفة خاصة كورة القدم القانون 3009 وجاء فعلا ليكون نقلة نوعية في الممارسة الكوروية بالمغرب على اعتبار أننا كنا في نظام الهواية وانتقلنا لنظام الاعتراف وكان من البديء أن نواكب نظام الاحتراف بالترسانة القانونية وبالتالي كانت هذه الترسانة القانونية تتوقع أن نرفع من المستوى الحكامة داخل الأندية لأن الجوهر المشاكل كلها التي نعيشها اليوم تتمحور حول الحكامة فكانت فكرة إنشاء الشركات الرياضية على اعتبار أنها ستكون القاعدة التي سوف تتشكل حولها منظومة الاحتراف لكن على أرض الواقع كانت أمور مخالفة تماماً ونشرحها ببساطة القانون 3009 جاء بفكرة إنشاء شركات رياضية يكون من مهامها تسيير الفئة الأولى في الأندية المغربية أو ما يصطلعها لها بفئات الكبار الفريق الأول والجمعية يكون دورها محصوراً في الإشراف على الفئات الصغرى ونعرف بأن الفريق الأول هو الذي تتمحور حوله كل آلية المالية بمثال استشهار المداخل وكل شيء لذلك كانت الفكرة هي الانتقال إلى منظومة محترفة وبحكامة جيدة الواقع على الأرض لا نحن انتقلنا إلى حكامة جيدة ولا إلى منظومة محترفة ما وقعه للأسف هو احتيال على القانون بإنشاء شركات رياضية سورية وهمية وهمية سورية لأن القانون واضح فيه أن شركات رياضية ممكن تمشي حتى 66% أو ثلاثين والباقي للجمعية للحفاظ على المكتسب الرئيح والرأس المال لمادي للإسم النادي والفئات الصغرى التي تعتبر المستقبل للنادي مواقع هو عنده ارتباط بإشكالية النموذج الاقتصادي داخل الأندية المغربية نعرف أن النموذج الاقتصادي داخل الأندية المغربية اليوم يعيش إشكالا كبيرا وهو يعني ارتكازه على مداخل الدعم سواء من المجالس المنتخبة أو المجالس الجهوية أو المجالس الأقليمي عموما فهو دخل من المال العام صح وهنا يمكن أن نتسأل ما هو الضور رؤساء الأندية أو المسيرين الأندية أو مكاتبها اللي هو من دورهم الأساسي أنهم يأتون بحلول تمويلية ليسيرهم إذا كان اليوم الإشكالية في أندية لما أتحدث عن نموذج الاقتصادي لا يؤقل أن في بعض الأندية مجموعة المداخل 60-70% من مجموعة المداخل فهي دعم 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 اللي قلت على المجالس وكذلك دعم النقل التلفازي والدعم للجامعة على شكل المناح للترتيب إلى آخره لما تجد تشوف المداخل الملعب والتذاكر والمداخل للتسويق تجدها شبهم عادمة وبالتالي هذه الأندية تشتكي دائما ونعيش على وضع بعيد كل البدعة الاحترافية ومنغمس كل الإنغيمات في الهواية مع طابع احترافي إذن هذه الإشكالية إشكالية النموذج الاقتصادي مع العلم أن القانون 30 ساعة جاء ليحل هذه الإشكالية لكن هناك إشكالية نموذج الاقتصادي سامير ولكن كذلك ربما الشفاف يفتسير لأن تكلمت عن نقطة مثلا كتقول من الموارد المالية كذلك التذاكير الملعب كين بعض الأندية الكبيرة التي تشوف الملاعب والمدرشة المملوئة عن آخرها نورمال مقص يكون هذا نسبة مهمة كذلك في تمويل الفارق لا أنا أتفق معك وأختلف معك أتفق معك على أساس أن هناك عندي جماهر جماهير كبرة وتشكل مداخل تذاكر جزء كبير في المداخل وأختلف معك حول أنها لا لا تكفي أو لا تمر أو مشكل بالنسبة للأنديا الكبرى المشكل هو في المصاريف وليس في المداخل لأن رغم الجماهير ورغم المبلغ الكبير في مداخل التذاكر إلا أنها في النفقات مسرفة جدا ويعني تمشي على أساس ليست هناك حكامة هناك أنديا مداخل 100 مليون درام ولكنها لا تكفي لأنها مبدرة ولأنها مصرفة وذات حكامة يعني مفلسة دعنا جلال نبدأ من البداية حيث ما تحدث عن القانون 30 9 هو الذي جاء لي يحدث نقلة نوعية أنا تعتقد معي بأن كان هناك استعجال نوعا ما تسرع في طرح النظام الاحترافي وأن لا البنية التحتية للأندية ولا اكترثنا القانونية ولا حتى الفكر الانتقال من تسير هاوي إلى تسير المحترف لم يكن متوفر وغير موجود ولا نخب المسيرة في ذلك الوقت طبعا كل ذلك يجتمع في أن نقول ربما كان علينا أن نمضي بتدرج بدل أن نطالب من البداية بإنشاء شركات لأن في نهاية المطرف ماذا لاحظنا الالتفاف على القانون صح وكيف تم التلاعب بإنشاء هذه الشركات وكيف نليات المطرف تعود إلى الملاك أو دعنا أصحاب الحصة الأسد في المنخرطين على مستوى الأندية ألم يكن هناك استعجال أنا لا أعتقد أن كان هناك استعجال لأن القانون وضع سنة 2009 في حين حين موضع أنا نجيك غدات إجراء المناظر الوطنية التي جاءت بإرادة سياسية فتم وضع القانون فالجامعة في تركيبتها السابقة كانت هي التي أشرفت وواكبت إطلاق هذا القانون وأقول في فترة 2010 2011 تم الاشتغال على الانتقال إلى الاحتراف ولم يتم اشتغال مواكبة مع هذا الانتقال على وضع أسس الشركة الرياضية ربما تم تركها في بداية المطاف لذلك في المكتب أو الجامعة الملاكية المغربية لكرة القدم بعد سنة 2014 لما تم انتخاب فوزير القجاع هنا بدأ التفكير جديا على أساس وضع الآليات أو إطلاق منظومة الشركات الرياضية وأتذكر حين أنه كان هناك حماس كبير لدى الرئيس الجديد آنذاك فوزير القجاع عند قدومه بل وأعطى تواريخ كآخر أجل لإنشاء الشركات الرياضية وتبنيها كما جاءت في منظور 30-09 وإلا لم يتم إعطى الترخيص للأندية المخالفة بالاشتراك في البطولة وكان آخر أجل أتذكر 31 دجنبير 2017 في جمع معروف كان في صيف 2017 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث عندما وصلت نهاية سنة 2017 لم يحدث شيء بقيت الأمور كما هي وكانت هناك اجتماعات صاخبة داخل جمع الملكية المغربية الكرد قدم بحضور الرؤساء تمت مخاطبتهم بلهجة شديدة على أسس يجب الانخراط وإلا سوف تكون هناك تبعات مشددة عقب ذلك ابتداء 2018 بدأت خلق شركات ريادية ولكن لم يبدأ خلق شركات ريادية كما جاء بقانون 30-0-90 بدأ خلق شركات ريادية خلقت هالجمعيات بنسبة 99.99% هذه ليست واتفاف عن القانون القانون واضح القانون واضح يقول حتى التولتين بمعنى أن الشركة الريادية لها مجلس إدارة يتحكم فيها ويقيم المجالس الإدارية ولم يعد شيء هناك اسمه الجمع العامة الجمع العامة الخاصة بالجمعيات والجمعيات مكلفة بالفئة الصغرى ولها حساباتها الخاصة بالفئة الصغرى وتعقيد جمعها بعيدا عن النادي نحن اليوم في سنة 2024 وما زلنا نتحدث عن الجمع العامة والأنديا التي لم تعقيد الجمع العامة والأنديا التي عليها أن تعقيد الجمع العامة حتى تتوصل بالميناء والواقع أن الشركات هي المسيرة الفعلية للفرق الأولى والتي ليست ملزمة بإجراء الجمع العام لأنها شركات بقانون شركات مجهولة وبالتالي أن تعقيد مجالسها الإدارية وأن تبعث لجمع الملكية المغربية محاضر المجالس هل هذا معناه سامير ومبعنا تكلمة سيبدر الدين أن ربما الدباجة هذه القانون أنه قانون طامح بزاف كثير مجالسها بالنسبة للقرات القدم الوطنية أنا من منظوري الشخصي هذا القانون هو الحل الوحيد لتطور القرات القدم ولكن يلزم الإرادة السياسية والإرادة السياسية أو ربما هذا الجيوب المقاومة ربما ما تصورناه مش عايز تكون بهذه القوة والشراسة جلال أعتقد لأنه الذي يقرأ بإمعان تاريخ القدم وطنية في مرورها من مراحل سواء من الهواية أو من الاحتضان أو من الاحتراف المقنع سمي بروفيسيوناليزم أو نصف الاحتراف إلى الاحتراف أنفقنا وقتا طويلا بقناعة كاملة لأنه يجب أن يصل القطار في النهاية إلى محطة الاحتراف الإرادة السياسية افتقادي كانت متواجدة وموجودة دائما وهي موجودة أصلا في إحداث قانون التربية البدنية وريدات 30 مسافة سعود الذي يقول على أن الوجه المتقدم في تدبير الأندية بشكل مقاولاتي يوجد في إحداثها لشركاتنا رياضية لتعطيها الطابع المقاولاتي في تسير مزيد المشكلة أننا أنفقنا كثير من الوقت بالعكس لنصل إلى تطبيق نظام الشركات الرياضية الذي هو إلزامي قانونا المشرع ألزم أي فريق أو أي نادي فرع من فروعه تحققت فيها ثلاثة من المعايير التي مذكورة هي في قانوة تربية البدنية يجب أن ينتقل مباشرة إلى النظام الاحثرافي بإحداث شركات الرياضية الجامعة الفرعية فعلت كل ما تستطيع أهلت الكوادر البشرية أقمت عديد من دورات التكوين ثم أيضا لا تنسى شيء أن حتى وزارة شباب وريضة آندق رصدت من حبق 150 مليون سنتيم لتجيع الأندية على إحداث شركة الرياضية المشكلة سيدي سامير توجد في الأندية التي هي المستدفل الأساسي بهذا النظام أندية عندها شاشة اقتصادية فضيعة جدا لأن المفروض انتقلك من مرحلة الهواية إلى الاحتراف ومن مرحلة الجمعية الرياضية إلى شركة الرياضية يقتضي أن تعود أن تعود بنظامك الاقتصادي إلى نقطة صفر هذه الأشياء لم تتحقق ويصعب أن تتحقق فلذلك جاء التماطل وجاء هذا التسويف وجاء أيضا حتى التحايل على القانون عواض أنني أذهب إلى شركة الرياضية وإحدث شركة الرياضية قائمة بذاتها أصبح رؤساء الأندية يتهافتون على هذه الشركة يرأسونها ثم أيضا يبتلعون الكثير من حصصها أحلى أتفق معك على أساس أن المشكلة في جيوب المقاومة اليوم هو داخل منظومة تسييرية للأندية ونعرف لماذا لأن هناك عجز على الذهاب بعيدا في الحكامة الجيدة لأمور نفهمها جيدا ولكن بإمكان الأجهزة المنظمة والمسيرة بالصفة عامة للكرة القدمة الوطنية أن تخنق هذه جيوب المقاومة بأي آلية آلية موجودة المتفاهم لا لا قبل أن نبقى في قانون نبقى في الإطار القانوني نعم المشكلة لما قلت بأن الجامعة السابقة نكبت غدا نشر قانون 30-0-10 نكبت على الانتقال إلى الاحتراف وأهملت أن تفعيل قانون 30-0-10 هو أنها لم تقم بالتحرير القانون التنظيمي ولما جاءت الجامعة سنة 2014 في مكتبها الجديد هي كذلك لم تقم بهذا القانون وفي غياب قانون تنظيمي الذي يعطيك التفاصيل ما يجب القيام به في قانون 30-0-10 بقيت الأمور مبهامة أنا أقول بأن أول شيء يجب القيام به اليوم ونفترض أننا سوف نبدأ الاحتراف اليوم سنة 2014 القيام يجب تحرير قانون تنظيمي يضعوا الآليات التفصيلية لما يجب تطبيقه بقانون 30-0 هو على رأسها ما هي الشركة الرياضية الشركة الرياضية معروفة تعريفهم تعريفها أساسي أولا الشركة الرياضية لما تقول بأنه يجب خلق شركة وتتوفر على تولتي رأس مال النادي يجب أول شيء تقييم النادي أنا لا يمكن أن تقول ما هي الشركة وما هو النادي يعود كذلك لا وشغل نادي كوراة تقيم نادي إحصاء الليبيان النادي اليوم لن نخذ أي جمعية جمعية أولمبيك أسفي اليوم عندما نريد أن ننشئ شركة رياضية يجب تقييم نادي أولمبيك أسفي برصيده العقاري إذا كان يتوفر عليه برصيده اللامادي التاريخ الألقاب الإسم الشعبية الجماهيرية وكذلك بمجموع العقود اللاعبين اللي هو هذا أصل من الأصول كذلك والعقود كذلك مستشهر والعقود كل هذا يعتبر داخل الأصول النادي هذه تقوم به مكاتب مختصة معروفة وموجودة في المغرب مكاتب مختصة بالتقييم إذن في هذه الحالة وضع ضوابط إعادة نظر في كل الأندياء هذا قانون التنظيم يجب تفعيله ولم يفعل اليوم وناليوم أستغرب لحالة أتارتني كيف لرئيس المغرب الفاسي السابق أن تكون له اليوم 67% من الشركة الرياضية للمغرب الفاسي على أي أسس ما هو التقييم لنادي المغرب الرياضي الفاسي اليوم أنا أريد 67% كم أدى لنادي المغرب الرياضي الفاسي مقابل 67% في ملكياتي وشنوك تسوات 67% هل قيمة نادي المغرب الفاسي اليوم 50 مليار سنتيم أو 100 مليار سنتيم وحالة هذه كم أدى كم تساوي 67% التي ولم يعلن عن المبلغ لم يعلن عن بلغ هذا اليوم يعلن أنا بإمكانية تحصلت على المعلومة طبعا حينما نتحدث عن متهدي التجاوزات أليس من المفترض أن تكون هناك ضوابط تحكم هذه العملية ثم السؤال الأكبر فوزي قجع حدد مهلة تنتهي في ديستامبر 2017 اليوم مرت ست سنوات ونصف ونقترب من سبع سنوات لماذا كل هذا التماطل من قبل الأندية وبعنا نقول تقاعص الجامعة في أن تؤدي وأن تفاعل هذا القانون المرحلة الانتقالية أليس من المفترض أليس من المفترض ولكن المرحلة الانتقالية التي تحدثها أبو دردين ويقصد سامير لما قال رئيس الجامعة أن موسم الرياضي 2021-2022 لن ينطلق إلا بأنديتين عند شركة الرياضي والمرحلة الانتقالية التي تحدثها أبو دردين كانت ما بين بداية 2018 إلى 2020 هناك كانت مرحلة الانتقالية لتفعيل شركات الرياضي لم تكن مرحلة تماطل كان كذلك لأنه كان المنتظر أن نخلق الشركات الرياضية وتكون تجربة الأولى ونقوم بتقييمها في 2021-2022 ونصححها لكن في 2018-19 الشركات الرياضي التي تم إنشاؤها كانت في ملكية الجمعيات وبالتالي تم التحايل على القانون أصدقائي خليكم معنا سنواصل هذا الحديث دون تحايل الشيق والهام جدا في الجزء الثاني من برنامج دريم تيم مرحبا بكم من جديد أصدقائي في الجزء الثاني من هذه الحلقة دريم تيم التي تخصها للشركات الرياضية وكذلك التكوين الاحترافي مع ضيفنا سي سامير شوقي رئيس معهد أوميغا للأبحاث السياسية وكذلك الموضوع الذي أثار ربما الاستغراب لأنه هو التأخر والتماطل في تطبيق القانون سيبادردين ولعلي أشعر بأن سي سامير عنده ما يمكن أن يختم هذا الموضوع ولو أننا أنفقنا زمنا على الأقل في الجو في الصوت الأول للحديث على هذا الموضوع ويستحن أكثر بلليك شاهد لأن ربما أحد الحلول ربما لتخرج كرة القدم يتعلق به مستقبل كرة القدم وطنية كان من المفترض أن نأتي في هذا التوقيت لنتحدث على بداية الجيل الثاني من الشركة الرياضية وليس بالأحرى الجيل الأول لنقول على غاية الأسف وقد جاء بها التقرير أن وكأني بهذه الشركة الرياضية قد أخرجت مائلة من القانون التربيه البدني والرياضة مع أن المشريع كان يقصد مصلحة الأندية الوطنية كان يقصد الارتقاء بالأندية الوطنية رفع جاذبية الأندية الوطنية الأندية الوطنية تنفتح على الرسم من الاقتصادية الوطنية والأجنبية المشريع لم يكن يتوقع أن جيوب المقاومة تكون بهذا الشراسة هذه وبهذا التلاعب لأن اليوم هناك تماطر كبير لأن تكلمنا على رؤساء الأندية والمكاتب التي ربما تعتبر أنها ضيعة ديالها ولم يمكن أنها تسمح في هذه الضيعة بسهولة وعطينا النموذج للمغرب ولكن هناك نموذج أخرى بالتأكيد إذا تكلمنا على النموذج اقتصادي يفترض على أن الأندية الوطنية والأنندية مقاولتية والأنندية تقوم على قواعد اقتصادية متينة وقوية وعلى أنها تكون كحال الأندية المتواجدة في الشمال في القارة العجوز أعتقد على أن هذا الأمر يفترض الكثير من الصرامة في إعمال القانون وفي تطبيق القانون لأنه في النهاية أنت تسعى إلى مصلحة النوادي ليس تسعى إلى تخريب النوادي بعض المسيرين سامحهم الله يعتبرون أن الأندية وكأنها ضيعة مملوكة في حين أن النادي هو عنده مرجعية تاريخية وملك الجماهير وهو ملك لمدينة برمتها وبطبع الحال المدينة ترى وجهها في مرآة النوادي وأعتقد أن زميل السامير قادر على أن يجز ما بقي في هذا الموضوع تنتقل إلى المحور أنا أعتقد أن الحل اليوم هو أن نضع الآليات الكافلة بإنجاح خلق الشركات الرياضية الاستثمارية بضوابطها وقواعدها المتعرفة عليها وأعتقد اليوم حتى تكون الأندية المغربية مذرة أو جالبة لاهتمام المستثمرين يجب تطهيرها أولا لا يمكن اليوم لأي مستثمر أن يستثمر في أندية المغربية وحتى مديونيتها غير مضبوطة أرقامها غير مضبوطة لذلك أنا وقلتها وأكررها اليوم هذه المسألة مسألة تتجاوز منظومة الأندية وحتى تتجاوز منظومة الكرة المغربية هذه تدخل في الآليات السوسيو اقتصادية المغربية ونعرف أن كرة القدم اليوم هي رافعة وقوة ناعمة بالنسبة للمملكة المغربية لذلك أنا أنادي وقلتها وأطلب من الدولة المغربية أن تتدخل كما فعلت مع منظومة الإعلام ودعمتها ولازلت تدعمها حتى اليوم بعد كورونا لأنها أنقذتها من الإفلاس أنا أعتقد أن على الدولة المغربية أن تتدخل في منظومة الأندية وأن تشطب على الديون وأن تدخل ربما 300 أو 400 مليون درام كافية لتشطب على الديون الرؤساء الأندية هذا نقطة اللي بغيت نقول إنشاء شركة رياضية حقيقية هذا الشق الأول يجب التطهير بمساهمة من الدولة المغربية والصاهر والضامن على هذه الألية والجامعة المغربية لكورة القدم لا يمكن لنادي اليوم في تقريره المالي له مداخل 40 مليون درهم منها 25 مليون درهم هبات ثلاث حروف أربع حروف هبات تساوي 60% من المداخل بدون أي تفصيل من أين أتت هذه الأموال اليوم صار هذا الأمر غير مقبول النقطة الثانية في إطار يعني تتماشى مع قوانين اللعب النظيف كذلك يجب أن تكون عندما نريد أن نقو الأندية الكبرى والأندية الجماهرية التي هي اليوم سفير الكورة المغربية في إفريقيا وفي الخارج في الكأس العالمي الأندية يجب أن نعطيها الإمكانية حتى تكون قوية لا يمكن اليوم أن يكون تكون منحة النقل التلفازي لأندية مرجع يدات جماهرية عالمية مثل أندية صغرى صعيدة للتو مستحيل وحتى أطمئن هذه الأندية حتى أطمئن هذه الأندية الصغرى 6 مليون درام أخذ لهم 6 مليون درام ولكن الأندية ذات البعد الجماهري أرفعها من المنطقة ولدي القاعدة لكي أعرف كيف من خلال التقارير المالية من خلال التقارير المالية خلال عشر سنوات أعرف ما هي القاعدة الجماهرية من خلال مداخل التذاكر وهنا أحدد المعدل في عشر سنوات هذا النادي معدله 15 مليون درام وهذا النادي معدله عشرة المليون درام وهذا النادي معدله 3 مليون وهذا النادي معدله 20 مليون لدي قاعدة مرجعية محاسبتية أعتمد عليها متوفرة لكن يجب الإرادة حتى نمشي قدما في هذا المجال ونقوي أنديتنا